بصفة مدعية العامة للمحكمة الجناية الدولية أرحب بالتطور الهام الذي حدث اليوم في الحالة في مالي وهو القبض على المشتبه به السيد الحسن أق عبد العزيز أق محمد أق محمود ونقله ليوضع تحت تحفظ المحكمة الجناية الدولية ويرسل هذا التطور رسالة قوية إلى أولئك الذين يرتكبون الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية أينما كانوا وهذه الرسالة مفادوة أن مكتبي لا يزال ثابتا في التزامه بولايته بموجب نظام روم الأساسي وأرجو أن تجد مالي أيضا في ذلك دلالة على التزامنا وعزمنا على أن نفي بولايتنا وعلى أن نبذل ما في وسعنا للتصدي للمعاناة التي لا يمكن وصفها والتي مني بها الماليون وحلت بما يعتزون به كشعب وقد تابع التطور الذي حدث اليوم قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر بالقبل وقد صدر هذا الأمر تحت الأختام في السابع والعشرين من آذار مارس 2018 وأعلن عنه لاحقا وجاء هذا التطور بعد تقييم القضاء المستقل لطلبي إصدار أمر بالقبض على السيد الحسن وقد قدمت ذلك الطلب في 20 آذار مارس 2018 وعلى أساس الأدلة المجمعة يدعي مكتبي بأن السيد الحسن ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في تنبكتو بمالي بين نيسان أبريل 2012 وكانون الثاني يناير 2013 وتمثل التهم الموجهة إليه مجموعة الجرائم والأثر الذي ألحقته بالمجنية عليهم في أثناء تلك الفترة ونحن ندعي تحديدا بأن السيد الحسن مسؤول عن الجرائم الآتية ضد الإنسانية الاضطهاد لأسباب دينية وجنسانية والاغتصاب والاستعباد الجنسي المرتكب في سياق الزيجات القصرية والتعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى سببت عمدا معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية وندعي أيضا بأن السيد الحسن يتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب الآتية المعاملات القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية ولا سيما المعاملة المهينة والتي تخط من الكرامة والاغتصاب والاستعباد الجنسي والهجمات الموجهة عمدا ضد المباني المخصصة للعبادة والآثار التاريخية وإصدار أحكام بالعقوبة من دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها عموما لأنها لا غنى عنها إن خطط مكتبي وسياساته الاستراتيجية ومن بينها تلك المتعلقة بالجرائم الجنسية والجنسانية تعزز التزامنا برفع دعاوة تسترشد بأساس قوي من الأدلة وتبنى عليه فقط وهذا المنهاج تجسده التهم التي نوجهها إلى المشتبه به في هذه الدعوة وبصفتنا مكتبا للدعاء فإننا ثابتون في الاطلاع بولايتنا ونثمن ونحترم أيضا الإجراءات القضائية المستقلة للمحكمة التي تكفل للمشتبه به جميع الحقوق التي تقتضيها أصول المحاكمات بموجب نظام روم الأساسي ومن بينها قرينة البراءة والأمر يرجع في نهاية المطاف إلى قضاة المحكمة ليقرروا ما إذا كانت هذه الدعوة أو أي دعوة أخرى مستوفية لعبئ الإثبات الضروري وذلك وفقا للقانون واجب التطبيق واستنادا إلى الأدلة المعروضة عليهم وكما ذكرت في سياق الدعوة الأولى في الحالة في مالي وهي الدعوة ضد المهدي فإن مكتبي يواصل بذل كل ما في وسعه في حدود ولايته وإمكاناته ليكفل أن مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لن يفلتوا من العقاب ولدى اطلاعنا بهذا العمل سنظل واضعين المجني عليهم في اعتبارنا قبل كل شيء ونحن نكافح من أجل بذل ما في وسعنا لتسنى لهم أن ينالوا العدالة التي يستحقونها أيما استحقاق وأنا ملتزمة أيضا بالرأي القائل بأن محاربة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الخطيرة يسهم إسهاما إيجابيا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المجتمع ويمثل ذلك أيضا ما ألتزم به وآمله وختاما أود أن أعيد التأكيد على أن التعاون يعد عنصرا محوريا في كفاءة منظومة نظام روم الأساسي ولذلك أود أن أعرب عن تقديري للتعاون الوثيق الذي طالما لمسه مكتبي من حكومة مالي في محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في نظام روم الأساسي أشكركم أشكركم